بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على تالت حالة من حالات حل المتبينة وهي حل المتبينة تحتوي على مقام والمقام ده بمتغير اكس بمتغير اكس ايه الطريقة بقى نجعل اعلى الطرفين يساوي الصفر اننا ننقل كل الحدود اللي في اليمين عن الها يصار او في اللي يصار عن الها يمين اهم حاجة اننا نحصل على طرف من الطرفين يساوي الصفر بعد كده اوحد المقامات لو انا عندي اكتر من حد اوحد المقامات بينهم وبعد كده اختصر اختصر فبحصل في الاخرة على كسر واحد له بسط ولو مقام هذا الكسر يحتوي في بسط او في المقام على كسرات حدود فيها اكس بعد كده نوجد اصفار البسط واصفار المقام ايه اصفار المقام او اصفار البسط هي القيم اللي تخلي البسط او المقام يساوي كام بسط وصفر ااخد هذه القيم ومثلها على خط الأعداد ديني مناطق أشوف إشارة هذه المناطق تتفق أو تختلف مع تفق أو ما تختلف مع مين مع علامة التباني اللي موجودة لو تتفق يبقى حل تختلف يبقى ليست حل لو في أكتر من منطقة بتحقل حل بتاعي فأنا بعمل باخد اتحاد هذه الفترات إمت بقى تكون الفترات مجابة أو إمت تكون سالبة تكون مبدئين كده أصفر المقام دائما مفتوح لأن ما ينفعش المقام يسوي كام صفر طب بالنسبة للبسط تبقى مغلقة أو المفتوحة على حسب في يساوي في المسألة يبقى تبقى مغلقة مفيش يساوي تبقى مفتوح وناخد أمثلة على الكلام ده المثال الأول X زائد واحد على X ناقص واحد أكبر من الأربعة زي ما قلنا عايز أخلي كل الحدود في طرف واحد فهدخل الأربعة في الطرف اليسار هيبقى X زائد واحد على X ناقص واحد ناقص أربعة لأنها تخش بإشارة مخالفة أكبر من كام من الصفر أواحد المقام المقام اللي ينفع عليهم هما الاتنين هي X ناقص واحد هيبقى فوق X زائد واحد ناقص أربعة مضروبة في X ناقص واحد كم ده هيساوش أختصر هيبقى X زائد واحد ناقص أضرب الأربعة في القص كله هتبقى ناقص أربعة X زائد أربعة ليه زائد؟ علشان الناقص في الناقص دوم موجب على X ناقص واحد أختصر كمان شوية هتبقى أربعة X وناقص أربعة X تبقى ناقص ثلاثة X زائد واحد وزائد أربعة يبقى زائد خمسة مقسوم الكلام ده كله على X ناقص واحد الكلام ده منساش من فوق أكبر من كام يبقى أنا بعد ما جمعت الطرف واحد وحطت المقامات اختصرت هحصل على كسر واحد كسر ده له بسط وله مقام طيب إمتى البسط يساوي صفر البسط اللي هو ناقص 3x زائد 5 يساوي صفر أود 3x الطرف الثاني بإشارة مخالفة يبقى 3x تساوي 5 يبقى أصفر البسط أن x تساوي 5 على 3 دي أصفر البسط أجيب أصفر المقام يبقى x ناقص 1 تساوي صفر أود الواحد الناحية الثانية بإشارة مخالفة يبقى x تساوي 1 إذن بقى عندي صفرين أما استنهم على خط الأعداد من فيهم الصغير هو الواحد يبقى حط هنا واحد وحط هنا 5 على 3 5 على 3 يعني 1 وتلتين يبقى قسمت الخط لتلات مناطق منطقة من سالب مالا نهاية إلى 1 منطقة من 1 لتلاتة على خمسة منطقة من 5 على 3 إلى مالا نهاية حالو أعيز أدرس بقى إشارة هذا المقدار على الفترات التلاتة فنأخذ وليكن في الفترة دي الصفر أخذ مين الصفر لو عوضت في المقدار ده هيبقى صليت 3 في صفر بصفر زائد 5 على تحت صفر مقص واحد يبقى في الآخر الوسط هيبقى موجب والمقام سالب يبقى الناتج هيكون سالب يبقى الفترة دي سالبة الفترة دي هتكون موجبة الفترة دي هتكون سالبة انت أخذ أي أرقام معوض هتلاقز بقولك كده أسأل نفسي بقى شؤاله هو أنا عايز الموجب ولا السالب أبص على علامة التباين علامة التباين أكبر من صفر بقى أنا عايز الموجب بس يبقى دي الفترة دي يبقى الحل بتاعي X تنتمي للفترة من 1 إلى 5 على 3 طيب مفتوحة ولا مغلقة احنا قلنا أصفار المقام مفتوحة دايما طيب المقام هو يبقى الواحد يبقى الواحد ده مفتوح طيب الخمسة على 3 تكون مفتوحة أو مغلقة بناء على العلامة فيها يساوي تبقى مغلقة مفيش فيها تبقى مفتوحة ويبقى الحل بتاعك هي الفترة من 1 إلى 5 على 3 اشتركوا في القناة